واحد واربعون قتيلا في عدن واكثر من ستين جريحا بعد يوم واحد من ذكرى الوحدة جريمة تعيد الى الاذهان مثيلتها التي حدثت قبل اربع سنوات مائة وعشرون جنديا قتلوا في جريمة مماثلة سبقت ذكرى الوحدة ولكن في صنعاء قبل يوم واحد وفي موقع الاحتفال قال مراقبون انها كانت تهدف لمنع اول رئيس جنوبي من الاحتفال بذكرى الوحدة في صنعاء وهذه تعيد الى الواجهة جريمة العرض التي تزامنت مع اختتام مؤتمر الحوار الوطني لتأخذنا في سياق الارهاب المنظم القائم على دوافع سياسية الارهاب اذا ليس مجرد عمليات معزولة فغالبا ما يلاحظ المتابع ان العمليات الارهابية تأتي متناغمة مع اهداف سياسية ومتناسقة مع عمليات تحريض تستخدم وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي ولا يكون غروجكم لاجل الشهادة وانما يكون لتؤدوا طاعة امركم الله بتأتيتها كما امركم بالصلاة ليست الانحرافات الفكرية سوى قال بن هش لا يمكنه تحمل كامل المسئولية عن عمليات معقدة تأخذ اشكال مختلفة تأتي في واحدة من صورها على شكل تحريض يخلق اسبابا لعدوة مصطنعة بين المتلقي وبين جهات سياسية او اتجاهات فكرية او شخصيات لا تلبت ان تتحول من ضحية التحريض الى ضحية عملية ارهابية غالبا ما يلفها الغموض لانها تقرأ بمعزل عن الاحداث التي سبقتها وفي الصورة الاخرى تبدو العمليات الارهابية تقم مقدمات موضوعية تهدف لتبرير جرائم اخرى او تمريرها فالقنابل التي انفجرت في مساجد صنعاء كانت مقدمات تبرر اشتياح عدن وهكذا تبدو كل عملية ارهابية مجهولة المصدر اما تدويجا لعملية اغتيال معنوي سابقة او مقدمة لجريمة ارهابية اخرى ذات طابع سياسي اكتشفنا شخص ارهابي كبير كان ينوي بعمل اعمال ارهابية في العاصمة الصنعة وبين النتائج والمقدمات تبدو صورة الارهابي واضحة للعيان فهو ليس مجرد اسم مجهول يصدر بيانات ويروس المتفجرات ولكنه في الواقع مجرم له وجه سياسي يناور به ويفاوض ويركب المتفجرات بقفازات لا تكفي لاخفاء بصماته